انا مدعى لبلي انه الانقلاب تحك الاسلاميين الا بعد فترة الا بعد فترة لما زيبير محمد صالح قال لي يمشوا العرفوا على اخوانكم كلام بظهر لي لما كنت في الام بعد شهر جابوا لي ناس مدنيين دخلوهم الام وكنت مستشار الجهاز والسنوسي قال لي جابوا لي نافعوا معاو ناس انضموا للجهاز مجلس غيادة الثورة جابوا الناس دين بعد اسبوع حصل عمل من الناس دين ما بيجبه شغلنا جيت مع الصباح لقيت الهول فيو ناس قتال نايمين من ضمنهم قايدة ابو كدو حييتم متلاثة عادة الحاصل شنو قال لي جابنا دكتور ناه دين ناس الحراسة طلحت مكتبي رسلت لدكتور نافع قلت له الحاصل شنو قال لي دي تعليمات الزبان سهلت الزبان بالتلفون سهلت الزبان بالتلفون قال لي نايمك الضغط واحتضر للناس دين احتزلت ليهم وقلت ليهم امشو احتزلت لهم وقام نضمنهم الفريق اول صالح توفيق صالح ابو كدو بعد اسبوعين جات كارثة اكبر من دي جيت من الصباح بدري للعمل اللي جيت الجهاز في حالة اضطراق سهلت الزنوسي ما لكون فشنو قال لي اخونا نافع زودة حبتين قال الدكتور علي فضل خلصة في الليل انا وكي جيت الصباح دي جيت الطربيضة النظيفة قلت للسنوسي اجمع لي المدرة جمع لي المدرة وهم ستة معاهم نايم المدير وقلت للدكتور نافع السورة دي ما قامت عشان تخطر اولاد الناس سنوسي قال لي قال لي قال لي قتلوا دكتور علي فضل الجهاز هو اتنين مفوض بيهم انا والسنوسي لكن لغاية الوقت ذات غانو ان الجهاز ما بيساعدنا نحتغل زود وناتحي تجاوزنا بدون تعليماتنا ودك هانا التجاوز الثاني بعد عملت اجتماع وجبت المدرة كلهم ومعاهم نايم المدير نافع علي نافع وقلت لنافع علي نافع السورة دي ما جاد تكتل ولا تعزيه والعمد تده لا برضاو الله ولا برضاو الرسول بعد الغابطة انا فوت الانتبير محمد صالح عشان اشتح ليه والحاصل اه استاس 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 او وقت زي ما عنده قلت على افضل جميل في التحقيق نحنا بندلوا الاقوال المتحره بندلوا الاقوال اتلابها المتام فيما يتحره كما هي ما عنده الاقوال لو كان عنده علاقة او ما عنده علاقة لازم اتزوعة له اتكلم في كلام بره ما خلاص يتاقل لو يتنظر انه برها ده اغواره القارئ يتدوع عليهم اسفضل نعم استاسا استاسا عز جن انا عزة لو نتكلم انه في براق لا لي عنه لا ولكن عنده اغواره القناة لازم اتلاك لا ما هو 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 كلام مسجل لازم يتلاك ما كلام مسجل في محضرة التحري لازم يتلاك اغوال المتحر المتهم في ومن التحري تتبع عليه في المحاكمة نعم واصلة 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 سيدة العريض وقف الكلام وصلاحك طيب السنوسي قتل مقال لي قتلوا دكتور علي فضل الجهاز يوجد اثنين مفوض لهم أنا والسنوسي لكن لغاية لوكد ذلك قانون الجهاز ما يسمح لينا نحتغل ذول ونافع اتجاوزنا بدون تعليماتنا وده كان التجاوز الثاني بعدها عملت الاجتماع وجبت المدر وقل لهم ومعاهم نايب المدير نافع للنافع وقلت ليه نافع السورة دي ما جاك تبتل ولا جاك تعزك ولعمدت ده لا برضي الله ولا برضي الرسول بعدها ضربت التلفور للزيبير محمد صالح عشان اشرح ليه خاصة لقيته في الصورة تماما قال ليه أنا عارف بعد الاسبوعين قدموا ليه دعوة عشاء في الصبابي في ميد محمد عد جاء النبي نعم 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 ضيقية يا ابراهيم نايل لما نكمل الكلام انت الملاحظات نعم 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 مين ما راح تلقض والاستجواء والاسئلة وغيره كاملة تبق بيه بسندات وإي حاجة الآن والدالشرك المتحري بقرأ والمتام قرأ الاستجاب أين كانت الاسئلة والجهاد له هي هذا الجهاد التحري الشخص الوحيد عنده الحق في أنه هو يكون يعلم على هذه الأقوال أو يبدأ على أي نوع من الملاحظات أو يتكلم عن الظروف التمت فيها هو المتام وليس السادة في الهدفعة. يا سيد سيد سيديني خلاص الفقر يصرف. تقرح الكلام واضحة. شاء ما نكرر نفسنا. نعم. 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 ما هو ما في ما في سبب ما في سبب لني انتراض هذا بوصل يعني. نعم نعم نعم. 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 اشتركوا في القناة 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 تنقية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة